بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزيدنا اللهم اتعالى عيما هنتكلم مع حضرتكم النهاردة ان شاء الله على استكمال الجزء اللي اتكلمنا عليه قبل كده والجزء اللي فات كان سريع وتكلمنا بسرعة ومشرح ماشا كويس وكان فيه تفصيل كتير لناس يعني لبعض الحاجات المعروفة والنفهومة النهاردة هنتكلم نستكمل حادثنا عن الترسيب والطفو بنتكلم ازاي الحاجات الصلبة اللي في السائل زي الشوايب اللي موجودة في اللبن مسلا ممكن تجرأ لتحت او تطفل فوق بناء على وزنها مقارنة بالسائل نفسه يعني لو عندك حاجة تقيلة في سائل هيجرأ لتحت عشان كسافته اكبر ولو خفيفة هتطفل لفوق الفكرة هنا انا بنستغل الفروق دي في الكسافة عشان نقدر نفصل مكونات في اللبن نعام بعضها في عملية اسمها عملية الفصل بالجاذبية وده بيحصل طبيعي من غير ما تدخل من غير ما بدون اي تدخل خارجي زي الضغط والحرارة وغيره بنستخدم بس قوة الجاذبية الارضية لما نيجي تكلم عن الفصل دفعة بدفعة بالجاذبية الارضية بنتكلم على ازاي نقدر نفصل المكونات الصلبة من السائل في دفعات يعني بدل ما العملية تكون مستمرة واللبن مستمرة على طول يفضل ايجري ويتفصل لأ انا بنملى وعاء بكمية محددة من اللبن بنسيب ويستقر شوية على راحته تحت تأسير الجاذبية الحاجات التقييلة زي الشوايب هتجرق التحت وبكده نقدر نشالها وبالطرق ديت نقدر نستخدم كوة الجاذبية عشان نفصل بين المكونات المختلفة من غير ما نحتاج لآلات او تقنيات معقدة وده بيساعد في الحصول على لبن انقى وادود طيب ليه انا بغشروح الكلام ده علشان يكون عندك الاساسيات تبع عارف ايه فكرة اللبن عشان تبع فاهم اللبن فكرته ازاي طب ما انا فاهم اللبن ودارس لا بس انت كمل معانا هتستفد بيها ان شاء الله لما نتكلم عن صورة الترصيب والطفو في محلول مثلا زي اللبن هنشير لكيفية استقرار الصوائل الصلبة او حبيبات الده وحركتها تحت تأثير الجاذبية القانون هنا بيحط لك اكتر من عامل من العوامل زي كسافة الجسم وكسافة السائل المحيط والجاذبية لما نعوذ نفصل كمية بعض الشوائب او المكونات الموجودة في اللبن بفعل الجاذبية هنملأ عائق من اللبن زي ما قلنا ونسيب الشوائل التقيلة بتستقر في القاع القانون هنا بيعتمد على مبدأ بسيط جدا اللي هي الاجسام زي كسافة الاعلى من السائل بتجرأ والخف بتطفو زي ما قلنا في الفيديو اللي فاتي هنفترض مثلا عندنا شوائف في اللبن كسافتها اكبر من كسافة اللبن نفسه بمجرد اضافة اللبن في الوعاء ونسيبه يستقر هتبدأ هزي الشوائف التحرك نحو القاع بسبب الجاذبية الزمن المطلوب لتستقر هزي الشوائف فيه بيعتمد على كسافتها وحجمها بالاضافة لكسافة اللبن المحيط هنضرب لحضراتكم مثل في بعد شوية على طريقة حساب المعدل اللي هي الطفو والترصيب ممكن نستخدم هزي المعلومات اللي احنا جمعناها اللي هي الكسافة والحجم لعشان اصمم عملية فصل بتتناسب مع نوعية وكمية اللبن المعالجة مثلا اذا عرفت ان شوائف اللبن بتستقر بسرعة معينة ممكن تضبط مدة الانتظار قبل ازالة الطبقة النقية من فوق لتحسين كفاءة الفصل باستخدام المبادئ دي ممكن اقدر اصمم وعاء اقدر من خلاله ابدأ افصل ايه افصل مكونات اللبن بالطريقة الفيزيائية باستخدام القوانين الفيزيائية طيب ايه هو القانون بقى اا لو عندك حبة رمل او قطعة من اا حبة رمل او قطرة قطرة زيت بتتحرك في مية نقية زي العسل مثلا تحت تأثير كوت الجاذبية الارضية وبعد شوية الحبة دي هتاخد سرعة سبتة وهتفضل تتحرك بيها سواء كانت بتجرأ لتحت او تطفو لفوق السرعة دي اللي بتوصل لها وتفضل سبت عليها اسمها سرعة الترصيب لو كانت بتجرأ او سرعة تطفو لو كانت بتطفو وهنرمز بالرمز في جي اللي بيمثل سرعة الحركة دي تحت تأثير كوت الجاذبية العوامل اللي بتحدد السرعة دي ايه قطرة الحبة او القطرة يعني كسافة الحبة حبة الدهن دي او المادة دي المادة الصلبة دي يبقى قطرها وكسافتها وكسافة السائل اللي بيطفو فيه ولزوجة السائل وجاذبية الارضية في حاجات سبتة احنا عارفنا لو في حاجات هنحسبها وبنستخدم قانون من قوانين ستوكس علشان نحسب السرعة دي ازا كنا عارفين القيم اللي قلنا عليها طيب مثال على التطفو لو عندنا قطرة من الدهن او حبيب الدهن داخل وعاء القطرات دي هتبدأ تطفو لفوق ناحية السطح باستخدام القانون اللي قلنا عليه نقدر نحسب سرعة الطفو وعند درجة حرارة حواري خمسة وتلاتين درجة مئوية القيم دي بتكون كالتالي قطر قطر حبة الدهن بيكون تلاتة مايكرون طيب ازاي اوصل لكده يبقى انا ما اخدش اللمان اللي عندي لما انا بجيب اللمان من مكان لمكان احافظ على قطره هو نازل من ضرع البقرة احافظ على قطره او ابدأ افتته عن طريق الحرارة لو انا عايز يتم معي الطريق مش عايز افتت الدهن عند الحرارة خلاص ازا بحافظ على حبيبة الدهن بتاعتي عند كام تلاتة مايكرون زي ما هي نازلة من البقرة الفرق الحاجة التانية بقى الفرق في الكسافة بين الدهن واللبن بيكون حوالي سالب تمانية وتلاتين كيلو جرام على المتر المكعب هنقول لنا المرة الفاتت السالب ده معنى ايه السالب ده معنى ايه معنى طفو يعني حبيبة الدهن هتطفل فوق يعني في الفرق في الكسافة عشان كده بقول لك اسمع حلقة حلقة هنحتاج ان احنا ناخد جزء من كل حلقة كمان لزوجة اللبن اللي هنرمز لها عند درجة حرارة خمسة وتلاتين واحد اتنين واربعين سنتي بواز لما نحط القيم دية في القانون اللي قدام حضراتكم هنلاقي ان قطرة الدهن اللي قطرها تلاتة مايكرون بتطفو لفوق بسرعة حوالي ستة من عشرة مليمتر في الساعة يعني تقريبا بطيئة جدا لكن لو حجم القطرة الدهن كبر سرعتها في الطفو هتزيد لاربع مرات يعني حوالي اتنين واربع من عشرة مليمتر في الساعة وفي الحقيقة قطرات الدهن بتتجمع مع بعضها وبتكون كتل اكبر فبتطفو وبيكون اتفو وبيكون اسرع والشكل قدام حضراتكم ده بيوضح بشكل تخطيتي ازاي قطرات الدهن باحجام مختلفة بتتحرك في اللبن تحت تأثير الجاذبية في البداية كل القطرات في قاع الوعاء وبعد الدقائق معينة بتبدأ القطرات تتحرك لفوق وبعد ضعف الزمن اكبر قطرة الدهن بتكون وصلت للسطح بينما الحجام الاصغر لسه في طريقة للوصول القانون الفيزيائي اللي بتحكم في حركة الجسيمات من سائل تحت تأثير كوت الجاذبية ودي بتمثل سرعة الترصيب للجسيمات الاتقل في السائل واللي بتقرأ التحت وسرعة تطفو الجسيمات الاخفة اللي بتطفو الهوق القانون الاساس اللي نستخدمه مشتق زي ما قلنا من قانون استوكس اللي هو بيحسب السرعة اللي هو بيحسب السرعة اللي هو بيحسبها ازاي في جي بيساوي دي قص اتنين في هنفتح كوس رو بي مضروبة في رو تي هنفتح القوس مضروبة في الجي مقسومة على تمنتاشر بيتا بيتا دي اللي بتشير اللي ايه اللي زوجت السائل هنفصل القانون الفي جي هي سرعة الترصيب او الطفو والدي اللي هو قطر الجسيمة او حبيبة الدهن والرو بي كسافة الجسم والرو تي هي كسافة السائل اللي الجسم موجود فيه والجي هو التفارع بسبب الجاذبية وبتكون قيمتها سبتة تسعة واحد وتمانين متر على السين والبيتا اللي هي لزوجة السائل بمعنى اخر القانون بيقول ان سرعة الترصيب او الطفو بتزيد مع زيادة مربع قطر الجسم وبتزيد كمان مع زيادة الفرق في الكسافة بين الجسم والسائل وبتقل مع زيادة لزوجة السائل مثل على سرعة الطفو مع حبيبة الدهن بتاعتنا لو عندنا قلنا قطر الدهن في اللبن هيكون تلاتة مايكرو تلاتة مايكرو متر وبكسافة اقل من كسافة اللبن بتتحرك لفوق نحية السطح يبقى بناءنا القانون اللي معانا دي بتساوي تلاتة في عشرة قصة سالب ستة وهنفتح الكوس هنحسب البي الرو بي ناقص الرو تي هيساوي تسعمائة وتمانين ناقص الف تمانية وعشرين هيساوي سالب تمانية واربعين كيلو جرام على المتر المكعب اللي هي سرعة الطفو والبيتا هتساوي واحد اتنين واربعين في عشرة قصة سالب تلاتة كيلو جرام على متر السانية لما نحط القيم دي في القانون وبالحسابات هيطلع علينا ان الفي جي بيساوي بعد ما نحسب جزء جزء هنبدأ نحسب جزء جزء وبعدين نصفي القانون هتكون مية ستة وستين من الف في عشرة قصة سالب تلاتة متر على السانية او لو حولنا الوحدات للساعة هتكون حوالي خمسمية سبعة وتسعين من الف ملي متر على الساعة اللي احنا قلنا عليها ستة من عشرة ملي متر في الساعة يعني قطرة الدهن اللي حبيبت حبيبت الدهن اللي قطرها تلاتة مايكرو متر بتطفو الفوق بسرعة زيرو بوينت فايف ناين سيفن ملي متر في الساعة يعني بتطفو بحوالي خمسمية سبعة وتسعين من عشر تلاف في الساعة ولو القطرة كانت اكبر هيكون الطفو اسرع بكتير يارب يكون الفيديو عجبكم واسمعوا الفيديو اكتر من مرة ولو فيه اي سؤال تواصلوا مع الرقم الموجود على الفيديو اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزيدنا اللهم تعالى علمه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة